اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام لحلقة جديدة من كوشكا الصحفة وابدعوها بالعناوي الحميات والأوبئة تفتقوا بسكان عدن والأهالي يناشدون البدء بإجراءات إنهاء العام الدراسي الحالي الحكومة اليمنية تلوح بمعاركة ضد المجلس الانتقالي اهلا بكم تعيش عدن أسوأ أيامها فبعد سدفق السيول وسيطرة الانتقالي على موارد المدينة عجزت عدن عن مواجهة الأوبئة ووفقا لموقع الصح ونت الحميات تنهش جسد عدن وانعدام تام للخدمات الأساسية ووفقا للموقع فقد شهدت محافظة عدن خلال السنوات الخمسة الماضية انتشارا واسعا لأنواع كثيرة من الأمراض وتحديدا أمراض الحميات الحادة كحماء الضنك والكوليرا والملاريا إلا أن هذه هي المرة الأولى التي شهدت فيها أنواع جديدة من الأوبئة مثل مرض المكرفس وغباء كورونا العالمي ما يزيد الأمر تعقيدا هو انعدام الخدمات الأساسية وترد الوضع الصحي وإقلاق المستشفيات أمام المرضى بحسب مواطنين فإن الأوبئة عودت الانتشار عقبه طول مياه الأمطار وتجمعها في بعض شوارع المدينة وأحيائها إضافة إلى عشوائية شبكة الصرف الصحي وتقطعها أو تقطعها مع مياه الأمطار وتكدس القمامة في شوارع المدينة أحد المواطنين قال للموقع أن السلطة الحاكمة والفعلية المسيطرة على المدينة هي التي تتحمل مسؤولية الوضع الكارثي الذي تعيشه عدن موقع أخباري في عدن يتحدث عن عشرات الوفيات يوميا بسبب الحميات وعنوان موقع عدن الغد الحميات والأوبئة تفتك بسكان عدن والأهالي يناشدون وقال الموقع ارتفع عدد حالات الوفاة في مدينة عدن إلى ما يفوق المئة حالة في اليومين الماضيين فقط وقد أعرب السكان لعدن الغد عن خوفهم جراء ارتفاع معدل الوفيات وحالات الإصابة بمختلف الأوبئة كما حذر البعض منهم عبر عدن الغد من تفاقم الوضع ومضاعفة الأعداد خلال الأيام القادمة ما لم يتم الحظر بشكل كلي وفوري وإلزام السكان بالبقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع دورات التاريخ لا تقبل التوقف أو النسخ تحت هذا العنوان كتب أحمد عثمان مقاله المنشور في موقع الصحوانت مضيفا ما لم يفهمه البعض أن مسار التاريخ العربي المعاصر بدأ يتشكل في الوطن العربي بثورة الربيع مع همية موقع الوطن العربي للعالم فلا أحد يستطيع الفصل بين الأحداث جغرافيا في عصر صار فيه العالم بيتا وحدا ومن الخطأ توهم الناس بأن الربيع العربي انتهى بسكون الشارع العربي أو كسره فما تم هو بداية الفصل الأول الذي يبدأ بصراع الثورة المتفجرة من العمق المنطلقة إلى المستقبل وبين الثورة المضادة المتشبثة بالماضي هو صراع طبيعي سينتهي بتبخر كل مكابر لا يستوعب قوانين التاريخ وجبروت الأيام من معتنقي الثورة المضادة فاقدة الخيال إنهم يقفون بغباء في قلب التيارات العاصفة وأمام هبوب الرياح الموسمية كتعبير عن حالة منهكة تقتات من مخزون الخريف الذي تذره الرياح ويعصره الوقت وإصرار الشعوب على وصول المدى الثورة كائن صاعد وتيار متدفق يعبر عن الغد والثورة المضادة كائن شائخ مصره الغروب مهما بدى مدججا بالغطرسة وتكدس أدوات عفى عليها الزمن فحتما سيفسخ المكان والزمان للموليد الذي يتشكل بقوة السنن والإيرادات الشعبية عبر الأحداث والصدمات والأوجاع وقوانين الشروق والنماء سنن الأيام وقوانين التاريخ هي من تشكل يومها وريحها الذي تفرز رجالها ودولتها وثقافتها الخاصة وهي دورات ماضية بطبيعة السنن وقوة القدر لا تقبل التوقف أو النسخ سيدور الزمان دورته لتبدأ صفحة جديدة من صفحات الشعوب وكلما طال الوقت نضجت الفكرة وخرج المولود معافا من الأمراض الوراثية المعيقة لحركة الحضارة وسيتاح للشعوب العربية فرصتها الحتمية كي تأخذ مكانتها ودورها الحضاري الذي يليق بها إن للزمان دورات إجبارية تستنفذ القديم المتهالك بطبعه لصالح الجديد المتجددي بذاته بسبب تفشي وباء كورونا اقترحت وزارة التربية والتعليم على الحكومة بحسب موقع المصدر أولاين اقترحت البدء بإجراءات إنهاء العام الدراسي الحالي جاد لك في مذكرة مرفوعة من وزارة التربية والتعليم اليمني أو من وزير التربية والتعليم اليمن عبدالله سالم لملس إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للطوارئ وبحسب المذكرة المذكرة المتداولة فإن الوزارة طلبت من الحكومة تفويضها بأخذ الإجراءات التي من شانها إنهاء العام الدراسي الحالي واحتساب نتائج الفصل الأول وضربه في إثنين للصفوف من الأول الأساسي وحتى الثاني ثانوي وبخصص الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي قالت الوزارة إنه في حال استمرار الوباء حتى موعد الاختبارات المقررة بتاريخ 28 يونيو يتم احتساب المعدل التراكمي وضربه في إثنين اللجنة العلية للطوارئ كانت قد وجهت وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم برفع خطة للتعامل مع طلاب الشهادة الثانوية وأيضا طلاب المرحلة الجامعية فيما دعت وزارة التربية والتعليم الطلاب والطالبات من الصف الأول أساسي حتى الصف الثالث ثانوي إلى الاستفادة من دروس المنصة التعليمية المقدمة على موقعها الإلكتروني وعبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومطلع شهر مايو الجاري أعلنت وزارة التربية والتعليم بصنع الخاضعة لميليشيا الحوثي تأجيل اختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية حتى إشعار آخر الدكتور عبد العزيز المقالح يكتب عن ما تقدمه الشاشة خلال هذا الشعر وأضف في مقاله الذي ينشره بالقيس تؤكد الأيام الأولى من رمضان الكريم أن القنوات نجحت في تقديم ما يثير المشاهدة رغم كابوس الوباء المخيف وميزة الفن أنه يحملنا بعيدا عن مشكلاتنا العالقة ويجعلنا مشدودين إلى التنافس الذي نجحت القنوات في إبعاد المشاهدين عن حالته الرهنة بما تحمله من مخاوف ومن يتابع القنوات متنقلا من قناة إلى أخرى يجد مدى التأثير الذي يحقيقه التلفاز في العبور من فوق مشكلات الواقع والانتغال بمشكلات فنية من صنع الكاتب والمخرج والممثل ويلاحظ فيما قدم في الأيام الأولى من رمضان أن الأقطار العربية من مصر إلى المغرب العربي إلى العراق تسهم جميعها في هذا العمل الفني المتكامل وقد مرت سنوات لم تكن هذه الشعوب مساهمة كما هي اليوم فقد أظهرت من المواهب الفنية ما كان محجوبا وما لفت انتباهي بصفة خاصة أن اللغة المستخدمة في هذه المسلسلات هي اللغة المقبولة والمؤثرة كما أنها لم تعد تعتمد على الفنانين الكبار فحسب بل صارت تهتم بالأجيال الجديدة التي توحي بأنها تحمل خامات فنية قادرة على أن يكون لها مستقبل في هذا المجال الفني الذي أخذ في السنوات الأخيرة بالتطور وحقق ما لم يكن في الحسبان مما يعني أن فن التمثيل في بلادنا العربية يسير من نجاح إلى نجاح ومن تطور إلى تطور ومن متابعة الشخصية أستطيع أن أدرك الفرق بين ماضي التمثيل في بلادنا العربية وحاضره ومستقبله وسوف تثبت الأيام هذا الأمل بالواقع لا بالخيال لوحة الحكومة اليمنية بمعارك ضد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ودعته للتراجع عن التمرد المسلح وإلغاء خطوته المتهورة بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب اليمني كحل وحيد يحفظ الدماء من اندلاع معركة وشيكة وتعنون صحيفة العربية الجديد الحكومة اليمنية تلوح بمعركة ضد المجلس الانتقالي إنهاء التمرد سيحفظ الدماء ووفق للصحيفة هذا هو أول تعليق للحكومة الشرعية على الاشتباكات التي اندلعت صباح الاثنين بين الجيش الوطني وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في محافظة أبيان بعد أسابيع من هدوء إثراء هدنة قادها عسكري ووصفت وزارة الخارجية اليمنية في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر التحشيد العسكري للمجلس الانتقالي في أبيان بالمستفز لكن حلفاء الإمارات يتهمون قوات الشرعية بأنها من بدأت بالهجوم على مواقعهم والتوغل نحو زنجبار عاصمة المحافظة وذكرت أن المجلس الانتقالي لم يكتفي برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة رجوع عن خطوته المتهورة فيما أسماه الإدارة الذاتية للجنوب بل أنه أيضا استمر في زعزعات الأمن والاستقرار في سقطرة مؤخرا في أبيان بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز وفيما أكدت التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خرطت الطريق الآمنة توعدت الحكومة اليمنية باللجوء إلى الخيار العسكري باعتبار أن مسؤولية الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه وتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويد لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية في جولتنا بالصحف الفرنسية المترجمة خصيصا لقناة بلقيس عن الشان اليمني نقلت صحيفة لكروا عن مصدر طبي أو مصادر طبية قولها أن القتال اندلع في جنوب اليمن بين الانفصاليين والقوات الحكومية التي حاولت استعادة زنجبار عاصمة محافظة أبيان هذه هي أول اشتباكات عسكرية بهذا الحجم منذ أن أعلن الانفصاليون الجنوبيون في السادس والعشرين من إبرير الحكم الذاتي لمنطقتهم بعد فشل اتفاق سلام مع الحكومة والذي نص على تقاسم السلطة بين كلا طرفين فيما نجح الانفصاليون في وقف تقدم الموالين للحكومة بعد سقوط قتلى وجرحة أما المحاصلة المعلنة للجانبين فهي ثمانية قتلى من جانب الشرعية واثنين من الانفصاليين وعشرات الجرحة من الجانبين فيما قالت مصادر طبية لوكالة فرانس بريس أن الجرحة نقلوا إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة أزمة سياسية كبيرة أحدثتها طريقة تعامل الدول مع فيروس كورونا فقد أصبح العالم بلا قيادة أو نموذج جيد بل أننا أصبحنا نسمع عن مرحلة أطلق أو مرحلة أطلق عليها مرحلة خلوة العرش ولهذه المرحلة تبعاتها في حياة عالم اعتاد على وجود قيادة موحدة الكاتب رمزي بارود كتب مقالا عن هذه المرحلة وقال في أجزاء نشرتها صحيفة الغد التغيير الحقيقي والدائم والمستدام لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لعملية واعية واحدة تضع في الاعتبار طبيعة الصراعات المستقبلية وموقفنا الأيدولوجية والأخلاقي في الرد على هذه الصراعات من المؤكد أن فلاسفة المشاهير لا يمثلون ولا يملكون الحق في التحدث نيابة عن الطبقات التابعة لا محليا ولا عالميا وما هو مطلوب بدلا من ذلك هو هيمنة ثقافية مضادة والتي يعتنقها الممثلون الحقيقيون للمجتمعات المضطهدة الذين يجب أن يكونوا على دراية بالفرصة التاريخية وبالتحديات التي تنتظرنا في الأمام كان أحد الأعراض المميزة لفترة خلو العرش هو الانفصال الواضح الذي أظهرته الجماهير عن الأيدولوجيات التقليدية وهي عملية بدأت في وقت أبكر بكثير من تفشي فيروس كورونا كتب الإيطالي جرامشي إذا فقدت الطبقة الحاكمة إجماعها أي أنها لم تعد قائدة وإنما مهيمنة فحسب والتي تمارس القوة القصرية وحدها فهذا يعني على وجه التحديد أن الجماهير العظيمة أصبحت منفاصلة عن الأيدولوجيات التقليدية لتلك الطبقات ولم تعد تصدق ما اعتادت أن تصدقه سابقا ينبغي الاعتراف بأن هناك مشكلة في التمثيل الديمقراطي الحقيقي في جميع أنحاء العالم بسبب صعود الدكتاتورية العسكرية كما في حالة مصر والشعبوية اليمينية المتطرفة كما هو الحال في الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية والهند وهكذا دواليك مع أخذ كل ذلك في الاعتبار فإن الاعتماد ببساطة على الثقة في الناس والعلم كما وصفها جيجيك بطريقة مقلقة ليعيد اختراع الشيوعية وليستعيد الديمقراطية أو يعيد توزيع الثروة بشكل عادل ومنصف بين جميع الطبقات وغني عن القول أنه لينهي الاحتلال الإسرائيلي أو أزمة اللاجئين العالمية بطريقة إنسانية جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعيين توكل كرمان في مجلس حكماء فيسبوك فما هي أسباب هذا الجدل؟ يتساءل موقع ألماني في صفحته الرئيسية لماذا أثار تعيين توكل كرمان في مجلس حكماء فيسبوك كل هذا الجدل؟ ووفقا للموقع فقد خلق تعيين موقع فيسبوك للناشطة الحقوقية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل السلام توكل كرمان في مجلس للإشراف على المحتوى داخل هذه المنصة الاجتماعية جدلا واسعا عربيا ما أدى إلى هجوم واسع عليها خاصة من مستخدمين ينتمون للدول المشاركة في حرب اليمن وقال الديدباليو الألماني تتعرض توكل كرمان منذ مدة لهجمات منظمة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ومصرية وكذلك من قبل حسابات على تويتر كثير منها بأسماء مستعارة ومن أسباب الهجوم عليها معارضتها الشديدة للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن وانتقاداتها العلنية لحكام هذه الدول رغم أن كرمان تعارض بقوة انقلاب الحثيين على الحكومة الشرعية في البلد ويقول جونتر ماير الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط أن وجود كرمان في هذا المجلس أمر مبرر تماما نظرا لإسهاماتها الصحفية والحقوقية خاصة أنها تضع نفسها ضد الأنظمة العربية السلطوية المدعومة من الغرب ومنها الإمارات والسعودية التي احتلتان يمن وتعملان على تقسيمه ويتابع ماير للدي داباليو أن الحملات الإعلامية ضد كرمان أمر غير مفاجئ لأن الأنظمة السلطوية المذكورة تملك تحكوا كبيرا في الكثير من القوات الأعلى أو القنوات الإعلامية ماذا لو اكتشفت أن سطح منزلك يحوي مئة ألف نحلة ماذا ستفعل؟ تقول صحيفة الشرق الأوسط أن رجلا من ولاية جورجيا الأمريكية عثر على ما يقارب من مئة ألف نحلة في سقف منزله الذي قام بشرائه مؤخرا جورج مونتو جامرو 26 عاما قال أنه اكتشف الأمر بعد أيام قليلة من شراء المنزل بعد أن سمع صوت النحل في سقف المنزل وفور تأكده من وجود النحل بدأ في التفكير في كيفية إخراجه من منزله وإزالة الخلية وبعد ذلك قرر الاتصال بدائرة إزالة النحل بجورجيا التي أرسلت أحد موظفيها يدعى بوبي تشيسون لتولي الأمر وباستخدام كاميرا حرارية تمكن بوبي من تحديد أماك أو مكان الخلية بشكل دقيق قبل تمزيق السقف والسعمال مضخط شفط النحل التي قامت بامتصاص حوالي مئة ألف نحلة صحيفة الجاردين نشرت مجموعة متنوعة من الصور نستعرضها لكم في جولتنا المصورة المصورة لهذا اليوم نتابع الصور ترجمة نانسي قنقر عدد من رسومات الكريكتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من هذه الحلقة اليوم ونبدأها بما رسمه فضل العقيل تعبيرا عن مرور خمسة عوام على انطلاق قناة بالقص ونشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير في أمان الله شكرا لكم على حسن المتابعة ونشتركوا في القناة شكرا لكم على حسن المتابعة ونشتركوا في القناة